في بعض البلاد الإسلامية تصرون على أن المسلم لو تزوج بكتابية فلابد من عقد الزواب بالكنيسة فهل يعتبر ذلك حراماً مع أنه لم ينفق بكلمة مما يقوله الخصيص إذا تم زواج المسلم بالمسيحية على الطريقة المدنية أي بإيجاب وقبول وحضور ساهدين مسلمين كان الزواج صحيحاً فرعاً أما إجراؤه في الكنيسة على الطريقة المعهودة عندهم فلا يفع وإذا تحتم العقد في الكنيسة فليكن بعد إجراء العقد على الطريقة السرعية في أي مكان آخر وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الكنيسة أما إذا لم يتحتم العقد في الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها الله أعلم